بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإليه خطو اليرام قناة بن أجل جنب تقدم لكم الوحدة السادسة عشرة وسنتكلم اليوم عن العطرة العطرة دونك سيدي باقنس الحوار الابن كم عيدا في الإسلام يا أبي كمي دفت دون الإسلام في الإسلام عيداني دفت عيد الفطر وعيد الأضحى متى عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال ماذا نعمل في يوم العيد؟ نعطي زكاة الفطر ندن زكاة الفطر للفقراء الفقراء جمعوا فقير وما زكاة الفطر؟ ساة من طعامن عن كل شخص ساة من طعامن عن كل شخص عيد الفطر كم عيدة البحط ومن ثباح الاضحيا وما زكاة الفطر والأهل والأصدقه هذا المصر هذا الريض يجب أن تكون عزيزة ليس فيتر عيد يعطي أعطى يعطي أهل وضحياء يمكن أن يكون موتون شمو ما ما العيد الذي بعد رمضان ما العيد الذي في ذي الحجة متى نعطي زكاة الفطر هل ما زكاة الفطر متى نصلي صلاة العيد متى نذبح الأضحية من نزور أيام العيد ما العيد الأول اقتربت العطلات يا أبي اقتربت ما رأيك يا ندا ما رأيك يا ندا إلى أين نسافر أين نسافر لدينا فكرة لدينا فكرة نسافروا إلى مصر لماذا نسافروا إلى مصر لنرى مصر ونرى النيل كتب معافيق أين نسافروا إلى مصر ؟ نسافروا بالجاو نسافروا بالجاو قال لزير أسافروا بالجاو غالين كتبت يجوزنا في المسارة إذا نسافروا بالبحر نسافروا بالبحر نسافروا بالبحر ركيس ركيس كم يوما نسافروا في مصر نقصر قضاء يقصر سبعة أيام سبعة أيام نسافروا يوم السبت إنشاء الله ون أدى أحمن وددد شكرين لكايا أبي يصفروا في أحواتي يصفروا سيد التكالية ياراه التكالية نهرون يأتران ذاكي يكتريبو يسعون بالجو كيول سوزنطنًّ انزال اے التكالية بالبحر ايصالة ايصالة أجب عن الأسئلة باختصار متى تسافر الأسرة؟ إلى أين تسافر؟ لماذا تسافر إلى هناك؟ كيف تسافر الأسرة؟ لماذا لا تسافر بالطائرة؟ كم يوما ستقضي الأسرة في مصر؟ متى تسافر الأسرة؟ متى ترجع؟ أين ستقضون عطلة الصيف يا أبنائي؟ أين ستذهاب؟ أين ست ذهب أنت؟ سأقضي أطلاق الصيف في القرية مع جدي أهلا تسافر الأسرة في مصرآ؟ avec mon grand-père المكان هناك هادي سنة دروة كلمة هادي والاواناقي et donc l'air y est pur نقيون سيبور ساقر دي عطلات الصيفي في العصيماتي معا عمي donc avec dans la capitale avec mon monocle سا ازور المكتباتي والمتاحي je vais voir donc je vais visiter les bibliothèques et المتاحيف c'est le jama de متحف donc c'est les musées ساقر دي عطلات الصيفي بين الجبال مع فريق الجوالاتي je vais donc passer mes vacances à la montagne avec une équipe de randonneurs الجوالاتي ساقر دي العطلات في مكتل والمدينة مع أسرتي سنة تمير ونحج ونزور المسجد النبوي donc je vais aller à la meca مدينة je vais faire العمراء et le حج nous allons visiter المسجد النبوي ساقر دي العطلات في بلدي moi je vais passer mes vacances donc dans mon pays ساقر دي العطلات في المزرعت je vais donc aider mon père dans la ferme المزرعة c'est la ferme ساقر دي العطلات ساعدة يا أبناء ساعدة يا عطلات ساعدة يا أستاذ donc فريق c'est une équipe ساعدة يساعدة يوساعدة إنه من طرق كنت أدركه يهوي جؤو يهوي جؤو من سيقضي العطلة بين الجبال؟ من سيقضي العطلة في القرية؟ مع من؟ لماذا؟ من سيقضي العطلة في مكة والمدينة؟ مع من؟ ماذا سيفعل؟ ما هذه العطلة؟ ضع علامة الخطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة من كواسر الموكي لا يوجد للمشاركة للمشاركة أصدقاء، فقراء، أولاد، جبال، شعبان ذو الحجة، البوالة، شوال، قريات، عاصمة، مدينة، الضحية صل بين الكلمة والصورة المناسبة رؤية للمشاركة 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 جبال، فقراء متحف، ضحية، نهر، مزرعة للمشاركة للمشاركة صف ربيع الأول، ربيع الآخر، جمد الأول، جمد الآخر، رجب، شعبا، رمضان، شوال، ذو الحجة نوكليفو، أكمل الفرعب قبل أو بعد رمضان، قبل أو بعد شوال، اكستران، متى يصوم المسلمون؟ متى الحج؟ ما أول شهر عربي؟ ما آخر شهر عربي؟ في أي شهر تبدأ الدراسة؟ في أي شهر تبدأ؟ تنتهي الدراسة؟ في أي شهر تبدأ الإختبارات؟ في أي شهر تبدأ العزلة؟ تبدأ للسؤال والجول مع زميلك كما في المثال كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيداني تنتهي الدراسة؟ في أي شهر تبدأ للغرفة، طبيب، المستشفى، كتاب، الحقيبة، معلم، الصف، مهندس، الشركة، فرن، المطبخ يسأل كما في المثال يقضي عطلة الصيف السؤال أين ستقضون عطلة الصيف؟ يقذون العقود� يقرأون الكتب، يغسلو الملابس، يشرابوا القهوة، يصوموا رمضان، يدروسوا اللغة العربية، يقابلوا الطبيب يقابلوا، كيف تذهب؟ يقابلوا قبلوا يقابلوا ويقابلوا يزور لنزور للمسا باللم للتعليل يفعل منصب لذيارب لنرى لنزور لنعتمير مكة يعتمير السعودية يدرس الإسلام العاصمة يحضر الأثاث للمبل أثيوبيا يقضي العطلة جدد يقابل الأهل تبادل السؤال ونجواب مع الزميل كما في المثال يقضي عيد الفطر شهر رمضان مات عيد الفطر بعد شهر رمضان عيد الأضحى الإفطر العطلة ثلاثة أشهر العشاء صلاة العشاء الدراسة أسبوعين طواف الودع طواف الإفضاء زكاة الفطر شهر رمضان الوقوف بعرفة شروق الشمس نكسيف زفاء الصيف القرية جد المثال سأقضي عطلة الصيف في القرية مع الجد نفاتنا ما شو زفك الربيع المدينة عم الشتاء العاصمة أخ الصيف الجبل الصديقي الحج مكة أسرة أسرة الخريف بلدي والدي الصيف البري بيوف نكسيف زفا عيد الأضحى ذي الحجة السؤال متى عيد الأضحى في ذي الحجة في الثامن شو سأفك عيد الفطر الشوال الحج ذي الحجة السفر الشعبا الحر الصيف البرد الشتاء الدراسة المحر ملخص التراكب كم عيدا سريرا طبيبا كتابا معلما في الإسلام الغرفة المستشفى في الإسلام في الإسلام عيدا في الغرفة سريرا في المستشفى طبيبا أين ستقضون أين ستقرؤون أين ستقرؤون عطلة الصيف أين ستقرؤون الكتب وسكو زالي لغلي لغلي ستستغسلون وسكو زالي بولا ستشترون ستشربون وسكو زالي بوع ستنتظرون وسكو زالي أتند متعد الفطر متعد الأضحاء لماذا نسفر إلى مصر المدينة عيد الفطر بعد شهر رمضان مسافر إلى مصر لنرى نهر النيل الحج في ذي الحجاء العيد في الشوال أولا الأصوات القمرية والشمسية الْقَمْرِيَة الْقَمْرِيَة أَمْرِيَة 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 السيارة السيارة الطائرة جزر جزر قمر نزيل كومغ الطائرة البحر تونس الجو البر القاهرة الحافلة القطار الأردن البحر الجو السودان السيارة القطار أكمل الحوار أقضي عطلة الربيعي في تنزان ثلاثة أسابع تقريبا غدا إن شاء الله بالطائرة السعودية في الثامنة مساء نعم ستذهب الأسرة معي شكرا لك أجب عن الأسئلة الأسئلة مستعينا بالصور أين أحمد إلى أين هو مسافر أين الطائرة الآن أين أحمد ماذا يفعل أين يقيم أحمد كيف ستذهب مصر سبعة السبت كم يوما سنقضي في مصر سبعة أيام جميل مسافر يوم السبت إن شاء الله فلنمش ستذهب مكة عشرة الأحد المدينة تسعة الاثنين الهند ثلاثة الثلاثة الثلاثة مسقط نوكسي سي عمان مسقط أربعة الأربعة غامي غامبي نوكسي الغامبي خمسة الخميس غناء ستة الجمعة مصر الجو لدي فكرة نسافر إلى مصر كيف نسافر إلى مصر نسافر بالجو موافق فكرة طيبة الفتلة مجزة العراق الطائرة قطر السيارة تنزنيا البحر تونس البحر الرياض الحافلة السودان القطار أجب عن الأسئلة التالية كم عيدا في الإسلام متى عيد الفطر ما زكاة الفطر ماذا تفعل في عيد الفطر ماذا تفعل في عيد الأضحى أين تصوم شهر رمضان كيف تسافر إلى السعودية كم يوما في الأسبوع أين ستقضي العطرة هل تساعد ولدك في عملك هل زرت مكة هل زرت المدينة هل زرت المسجد الحرم هل زرت المسجد النبوي القراءة صل بين العبارات والحوار المناسبة ثم ستقضي تقضي لعبارات والحوار المناسبة يُصلي أحمد الصلاة العيد في المسجد الحرم ويُعطي الفقراء زكاة الفطر قبل الصلاة هذا الأسبوع أين تصلي العيد في المسجد الحرم متى تؤدي الزكاة قبل الصلاة قبل الصلاة ان شاء الله يصلي ثامر صلاة العيد في المسجد النبوي ويذبح الأضحية بعد الصلاة يسافر أحمد وأسرته إلى مصر بالجو يشاهد النهر النيل والجامعة يقضي علي عطلة الصيف بين الجبال مع صديقه وفريق الجوالة أين ستقضي العطلة سأقضي بين الجبال مع من تذهب مع الجوالة إن شاء الله اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا في الإسلام عيدا عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شهر شوال بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقرة قبل الصلاة العيد وهي صاع من طعام عن كل شخص كبير أو صغير بعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء يأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة نصلي الصلاة العيد بعد شروق الشمس ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في النقرية أو على شاطئ البحر أو على شاطئ البحر في البرج في الإسلام عيد واحد عيد الأضحى قبل عيد الفطر عيد الفطر بعد الشهر يرشوال نعطي الزكاة للأصدقاء الزكاة صاع من فواكه عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة صلاة العيد الأضحى قبل شروق الشمس نزور الأهل والأصدقاء ثم نذبح الأضحية يقضي كل الناس عطلة العيد في المدينة بعد صلاة العيد عيد نزور الأهل ستبدأ عطلة الصيف بعد الأسبوع وسيسافر الطلاب إلى الأهل سيسافر أحمد إلى بلده إلى بلدي وسيقضي العطلة في القرية لساعد والده وعمه في المزرعة وعلي سيسافر إلى السعودية ليقضي العطلة بين مكة والمدينة وسيعتمر ويبقى شهرا في مكة بالقرب من المسجد الحرام وسيبقى شهرا من المدينة بالقرب من المسجد النبوي وسيقضي عمر وأسرته العطلة في مصر وسيسافر بالبحر وتسافر أسرته بالجو وسيقضي أيام الأولى في القاهرة ليرى النهر النيل ويزور ويزور الأزهر وسيقضي عشرة أيام خارج القاهرة قاهرة يقضي 10 jours تسافر أسرة عمر سيسافر الطلاب إلى الأهل بعد سيساعد أحمد والده فيه سيزور عمر صديقه أحمد فيه سيرى عمر نهر النيل ويزور سيقضي عمر عشرة أيام خارج يقضي علي العطلة بين مكة اقرى النص السابق مرة أخرى ثم أجب نكلاف غبنا كسيون متى سيسافر الطلاب إلى الأهل لماذا سيسافر أحمد إلى بلده لماذا سيسافر علي إلى السعودية كم يوما سيبقى علي في المكة كم يوما سيبقى في المدينة كيف سيسافر عمر إلى مصر كيف ستسافر أسرته أين سيقضي الأيام الأولى متى سيرى نهر النيل ويزور الأزهار أين يزور عمر صديقه أحمد يقرأ الكلمات والنص ثم أكتب الكلمات في الفراغات لنأبوز لكمبيت انتهى العام الدراسي وقار بات العطرة وهذه هي الوحدة السادسة عشرة من كتاب العربية بين يديك الكتاب الأول درست في هذا الكتاب وأستطيع الآن بحمد الله أن أتكلم وأقرأ اللغة العربية بعد الكتاب الأول وسأدرس الكتاب الثاني والكتاب والكتاب الرابع إن شاء الله أن أحب اللغة العربية عطرة الصيف هذا العام جدا ثلاثة ماذا أفعل في هذه العطرة سأسافر إن شاء الله إلى القاهرة بمصر وسأدرس اللغة العربية هناك ذهب صديقي إلى هناك في الصيف الماضي وقضى جميلة في مصر سافر إلى مصر بالطائرة وصل إلى القاهرة فيه وزار بعض المتاحف في اليوم الثاني بدأ دراسة اللغة العربية في قسم اللغة العربية وقابل طلابا من فرنسا وروسيا وقضى عطرة جميلة مفيدة أجب عن الأسئلة الآت التالية كم شهرا عطرة تصيف إلى أين سيسافر في العطرة لماذا سيسافر إلى هناك ماذا سافر صديقه إلى مصر كيف سافر إلى هناك ما جنسية الطلاب الذين قابلهم صل بين الحروف لتصبحها كلمة نغزل غلي دونكليلات بوسفصامو راتيبالحروف ثم بيناها لتصبحها كلمة لذين لذين تضع يعني به سيسافر لذين تصبح سيسافر أوروه اوه اللغة لذين دونكليلات طلاب نأغر بأخرا معتابت مزرع تصبح بين كل كلمة لتصبحها تعبير راتيبالحورف لذين 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 اكتبوا التعبيرات عيد زكاة صلاة عبد الله فريق تناول صداع الفطر العيد الشديد الجوالاتية الدواء الربيع رتب الكلمات التي تصبح جملة الأهل نزور والأصدقاء غال بالجو السفر السبت اليوم نسافر املى الفرع مما بين القوسين نسافر إلى مصر بسوى النيل وبين الجو السفر بالبحر رخص كثيرة موافق فكرة طيبة سعيدة ضع علامة خطأ على الكلمة التي كتبت خطأ ثم اكتب صحيحة اكتب صحيحة كتب صحيحة وكتب صحيحة وكتب صحيحة الشهر قبل الحج أول شهر عربي شهر أكتب في كل فرع الكلمة التي بين القوسين في الإسلام عيداني نعطي ذاكة الفطر للفقر وكتب صحيحة وكتب صحيحة وكتب صحيحة أكتب صحيحة وكتب صحيحة على الكلمة الغريبة ثم اكتب صحيحة بين القوسين كما في المثال مدينة عصيمة قريا السفر وكتب صحيحة لا توجد صحيحة لكي أفر بحث سفر لكي أفره مدينة عصيمة وكتب صحيحة عليك ستب صحيحة ستب صحيحة رجب رمضان مدينة لكي أفرق افرق طريقة خلق وما يتعلق بخارجه وطبعه هذا يتراض بالعطب ولد البعض في التعالي فوق إذا كنت تجاهز إذا كنت تجاهز في كل حتياته في هذا المنزل هناك في مصرر من كل مليان في كل ما مرده هناك كل ما هو الرابط به الحقيقي هذا الظلم هناك كل ما هو المنزل اليوم اس palms يحبن لحصم شبك يا شيء على السنتي ومع المالذي سيكون في كلها ويقالي فكتير ويسير باير سريع اجترا أشياء مستعمالاتون كثيراتون كلها مستعمالاتون مفتاة وفرونة البتارة شرسية كلها مستعمالاتون سيكون فيه في العالم المنزل المنزل المجيباتة الطوال الدين الطوال الدين اسم العائلة المهنة تاريخ الميلاد الجنس ذكر العنوال هاتف العمال اللغة شخص العائلة المفرادة الهاباني المفردات بحسب الترتيب الالفباني المفردات بحسب الترتيب